أنتم تعلمون يا أخوان واحدنا يكون في قلبه الحيء الحيء مرض يزعجه عنده حقد أنا أعلم أن بعض المسلمين بعض الصائمين بعض المصلين بعض الرجال الذين يشتغلون حتى بالعلم في قلبه حقد يقول لك ما بقدر إذا رأيته نعمة على فلان ما بعرف ما بقدر ما بقدر يعني يشوفه هو فيه نعيم يا أخي هذا بزمناته عامل معي فصل الله وكيلك أنا متمنّي روحه بس أحميد الله أنه أنا ما عم روحه بس ما بقدر إدرى أنه هو نجح لا تخبرني أنه هو اشترى شروة جديدة لا تقل لي أنه هو تزوّج يا لطيفي بقلبي حقد هلأ هو هذا الحقد يتعبه يعني لما بحط راسه على الوسادة بدأ ينام في المساء بدل ما يذكر الله بدل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعد يتذكر فلان ماذا فعل معه وماذا قال في حقي يا حرم تعبان من حقدي طيب أنا بعرف أنه هالقلابية إذا وقع عليها شيء من الأوساخ باخدها على المخسل بغسلها أنا بالغسالة بغسلها على إيدي بتطهر تنظف وبعرف بأنه يدي إذا وقع عليها شيء من النجاسات إذا غسلتها بالماء غسلتها ثم بالصابر خلص صهرت طيب بس هذا القلب كيف يده يطهر كيف الحق يده يطلع كيف الحسد يا أخي أنا هذا الأخ موجود معي بالمسجد ما بعرف فس يعني أنا الحقيقة متدايع من وجوده وقال لك شغلة أنا متمنى هذا ما عدي يجي على الجامع بنو الله أكبر ليش متمنى ما عدي يجي على الجامع بنو ما بعرف هيك يعني ليش عم يسبقني هو يا أخي هذا أخي أنا ويا درسنا مع بعضنا البعض ليش هو طلع له فرع عالي وأنا ما طلع له أنا ويا تخرجنا من الجامعة سوا ليش هو صار عنده أنا ما صار عندي ليش هو تزوج أنا ما تزوجت في عنده حسد على ينظر إلى ما أعطى الله غيره طيب كيف تدك ترويح هذا الحسد في مشكلة يا أخوان ما بتقدر تدخل على الجنة وفي قلبك حسد الجنة دار طهر وهذا الحسد في ظلمة في سوء في فحش كيف بده ينقام هذا لازم تقيمه قبل ما تموت الحقد لازم تقيمه قبل ما تموت الغل لازم تقيمه قبل ما تموت الغيبة العلانة بالسانك هي متدايقة من حالة أنه أنا ليش كل ما أعط مع نسوان بنزل به الغيبة في واحدة ثانية أنه أنا لما بقعد معهم ما بغتاب بس يا أخي بضلي عن بسمع برتاح يعني والله حلو الحديث ولكن كله غيبة الآن لاحقا هي بتتدايق شلون أنا بدي بطل الغيبة شلون بدي بطل سماع الغيبة شلون بدي قيم الحقد شلون بدي قيم الحسد شلون بدي طهر قلبي ليس لك إلا ذكر الله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي الله تعالى عليك بها عشر مرات والصلاة من الله عز وجل نقلة من الظلمات إلى النور نقلة من السوء إلى الصلاح نقلة من الشر إلى الخير نقلة من ظلمات القلب إلى نور القلب قلبك لا يظهر إلا بذكر الله قلبك لا يظهر إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم